دراع طهران الطويلة منصق العواصم الأربع بغداد دمشق بيروت وصنعاء ورجل المهمات الإيرانية الخارجية قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قتل سليماني في العراق فجر اليوم الثالث من كانون الثاني 2020 بضربة أمريكية بعد ثلاثة أيام فقط على مهاجمة أنصار لميليشيات عراقية الصفارة الأمريكية في بغداد في هجوم قالت وزارة الدفاع الأمريكية أنه تم بمصادقة سليماني القاب سليماني بالنسبة للسوريين كانت مختلفة فهو عراب التهجير الأول في الثورة السورية الرجل الذي ظهر على أنقاض مدينة حلب بعد أن قتل أهلها وهجر من تبقى منهم على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل السوريون مع الحدث من هذه التفاعلات كانت بوست على الفيسبوك لعبد الحكيم قطيفان قال فيه بشرة خير للجاي الإعلان عن موت المجرم القاتل الطافح بالحقد والسواد قاسم سليماني الذي نكل بالسوريين وقال عقبال نصر الله وأيضا ابن أنيسة في تغليدة أخرى لأبي قال كل هذه الفرحة لمقتل قاسم سليماني تخيلوا كم ستكون فرحة السوريين بنفوق الأسد أيضا من هذه البوستات على الفيسبوك محمد قال كنت نفكر ما ممكن إفرح بمتحدة حتى لو كان عدو لس قاسم سليماني كسر القاعدة أما قطيب ياسين فعبر تويتر فقد كتب سليماني كان يجوب سوريا والعراق مع أنه مصنف إرهابي عند أمريكا إلا أنها تركته يدمر ويقتل السوريين لكنه عندما تجرأ على سفارتها في بغداد مساحته في اليوم التالي مع أتباعه بصاروخ واحد نتابع في هذه التفاعلات مع مالك أبو الخير الذي قال قتل سليماني وأخذ معه ملفات كثيرة أشرف على تنفيذها ملف تجير السوريين تغيير الديموغرافي ملف الميليشيات الإيرانية وغيرها اليوم بلشت السنة جديدة كل سنة وانتوا بخير يا سوريين هكذا قال مالك في وسطه أيضا مونة قالت بتذكروا شماتتهم بمجزرة الكيماوي في 2013 هذه بتلك توزيع البقلاوة أحد مظاهر النضال السلمي وفقا لرأي مونة أما هذه فهي لكليجة الدارية المعروفة طبعا نيابة نشرها فاخر نيابة كما كتب عن أهل مضايا والقصير والزبداني وحلب ودير الزور وكل سوريا أما هنا فهو ريف إدلب الشمالي أيضا في الرياضة السعودية كان هناك توزيع للحلويات في الشوارع من قبل بعض السوريين هناك كما نشاهد لكن ليس بالحلويات فقط رائد كتب لأهلنا المهجرين الشمالي سوريا مقدم من فريقنا من فريقنا حلوان مقتل قاسم سليماني هذا الخروف الصغير ولأن العراق نالت نصيبها من وليلات سليماني نزل العراقيون فور سماعها من خبر إلى ميدان التحرير بالعاصمة بغداد شهداء لراحة من المشهداء والضحايا والمشهداء العراقي كلهم طلعت اليوم